لا تتوقف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ أعلن عن قيام كيانه الغاصب قبل أكثر من سبعين خريف عربي ولأن المجتمع الدولي بقى منذ ذلك الحين عاجزا عن وقف تلك الجرائم فقد اكتفى بإحصائها كلما صحت بقايا من ضمير لدي آخر صحوات الضمير أو تآخر إحصاءات المجتمع الدولي لجرائم الصهيينة قدمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين التابع للأمم المتحدة في تقرير يغطي 12 يوما فقط من 29 من كانون الثاني الماضي وحتى 11 من شهر شباط الجاري وبحسب التقرير الأممي فقد قتلت قوات الاحتلال في هذه الأيام القليلة خمسة مواطنين فلسطينيين بعيدا عن مناطق الاحتجاجات التي يشهدها قطاع غزة بينهم طفلان يؤكد التقرير أنهما لم يكنا يمثلان أي خطر على القوات الصهيونية وفتاة وشاب قتلا في الضفة الغربية بحادثان منفصلين كما أصابت 11 طفلا على الأقل من بين 35 مصابا بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرات العودة شرقي غزة أما عن الاعتقالات فقد اعتقلت تلك القوات 117 فلسطينيا بينهم 9 أطفال في حين يشير التقرير إلى أن نحو 80 من هؤلاء أصيبوا قبل اعتقالهم بالرصاص الحي أو المطاطي بينما أصيب أكثر الباقين باختناقات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع وبالطبع لم يسلم من جرائم الاحتلال للحجر ولا الشجر في هذه الأيام القليلة التي يغطيها التقرير فقد هدم 15 مبنى فلسطينيا أو صدر بدعوى افتقاره إلى ترخيص كما اقتلعت سلطات الاحتلال نحو 500 شجرة وجرفت أربعة دنومات من الأراضي المزروعة وألحقت الضرر بشبكة للري بحجة أنها أراضي مملوكة لما يسمونه دولة فهل يتحرك العرب لردع المجرم عن مواصلة جرائمه أم أن بعضهم سيلحق ببعض في سباق محموم نحو تطبيع مهين مع كيان الاحتلال الصهيوني